يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر نهاردة ليفربول فاز على أستون فيلا وصلاح سجل هدف من أهداف هذه المواجهة بس صلاح مع ليفربول يا جماعة الهدف مع ليفربول دلوقتي هو رقم قياسي يعني زمان هو عمالي عد أهداف بقاله فترة مش قليلة برضو يعني كل هدف بيجيبه بيعمل رقم بيعمل رقم النهاردة رقم جديد للمباراة العشرة على التوالي صلاح بيساهم بالتسجيل مع ليفربول سواء هو بيسجل بنفسه أو بيصنع هدف للمباراة العشرة على التوالي في 2015 كان عنده سلسلة برضو من 15 مباراة ناحية التانية أربع مباريات ليفربول الموسم ده في الدول الإنجليزي صلاح ليه فيهم أربع أهداف اتنين مسجلهم بنفسه واتنين صنعهم يعني بنسبة نجاح 100% في الأربع مباراة 150 هدف 150 هدف لمحمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي طوال هذا المشوار في كل البطولات 150 هدف لقت عليها لي بقى هنا وارجعلي عشان أفكركم أفكركم بحاجة مهمة جدا زمان لما كان عندنا لاعب مصري محترف يسجل هدف يسجل اتنين يسجل تلاتة ويا سلام بقى لو سجل عشرة زي ما عامل زاكي كده عمل مع وجان قبل كده تقول عليه لعب تاريخي ولاعب أسطوري ولاعب عظيم ولاعب مجزيه ولاعب مولدتوش ولادة وكلهم أسماء محترمة ونحبها ونعشاء محمد صلاح بيسجل 150 هدف مع ليفربول 150 هدف انت متخيل الرقم انت متخيل الرقم قديه كبير جدا كبير جدا ويجي حد يقول لك لا 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 بس ليفربول شكله عايز يمشي صلاح لا 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 ليفربول هيوافق على عرض بتاع التحاجات ده وهيسيب صلاح لا 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 صلاح في ليفربول الآن في هذه اللحظة لا يقدر بثمن هتقول لي لا ما فيش الكلام ده يا كريم ما تأفورش هقولك صلاح بالنسبة ليفربول هو المشروع هو الأسطورة هو الأهم في هذا المشروع وده اللي قاله النهاردة سبوصلاي اللعب المجري المنضم حديثا لليفربول وقال ان صلاح مهم للفريق وجود صلاح مهم احنا كلنا في الفريق عايزين صلاح يكمل صلاح قال لي انه مكمل مع الفريق انه عايز يكمل مع الفريق ليه ليفربول الآن عنده شوية لعبة مميزة وليفربول مسيرته في الدورة حتى الآن هي مسيرة جيدة جدا لا ما يتعثر إلا بتعادل وكان مع تشيلسي والباقي تلات انتصارات في سبوصلاي لعب كويس صفقة جديدة في مكاليستر صفقة جديدة كويسة في صفقات جديدة كمان لسه هتخش لويز دياس رجع وعمل أداء كويس نونز في الموسم ده عن الموسم الماضي الدفاع متزبط شوية او النهاردة كان متزبط شويتين تلاتة بقالوا كتير قوي ليفربول ما طلعش بشباك نظيفة الأمور تتحسن جدا في ليفربول طيب لو ما فيش صلاح كل ده لا شيء لا شيء طبعا احنا مش بنبالغ هنا عشان على تلفزيور مصري او هناك احنا مصريين فبنقول انه ليفربول ده ولا حاجة يا جماعة من غير صلاح احنا نحب صلاح لأ العالم كله بيقول كده الدولة الإنجليزية وكل الصحف الإنجليزية بتقول كده الناس في انجلترا خايفين ان صلاح يسيب ليفربول الناس في انجلترا كجماهين بشكل عام او كصحفيين او كعالميين اللي هم شايفين لما صلاح يسيب ليفربول الدولة الإنجليزية هذا الدولة الأعظم على وجه الأرض يخسر كتير لو صلاح رحل كيمة كبيرة كيمة خيالية والله والله الشخص العظيم اللي ربنا يديله يعني ودائما عنده أحلام سعيدة ربنا يديك كمان أحلام سعيدة أكتر وأكتر أكيد ما حلمش نبقى عندنا لاعب موجود في المستوى ده وبكل هذه النجاحات أكيد ما حلمش ده فهو حتى مش في أحلام أكثر المتفائلين فينا نبقى عندنا حاجة زي صلاح وحصرت حاجة تفرح حاجة تبهر حاجة تشجع حاجة تخليك دائما عندك طموح وفرحان وحاس إنك تقدر ما هو واحد من بلدك بيعمل كل الإنجازات دي وطلقه من بالح على قصة بتاعة صلاح والتحاد جدة وليه إحنا ممكن ننزعج أو نزعل من حاجة زي كده قلت عشان ما قررش الكلام يعني إنه لازم نطلع أكتر من محمد صلاح لازم في قطاعات النشئين ونشتغل عليها يورجان كلوب النهاردة كمان في تصريحاته قال إن محمد صلاح مكمل مع ليفربول وما فيش أي جديد وإنه هو شايف إنه العالم كله بيتكلم عن الموضوع دوت وإنه فيه ضجة كبيرة في موضوع محمد صلاح وإمكانية انتقال للتحاد جدة بس قال إنه صلاح مكمل وقال إنه النهاردة صلاح عمل مباراة عظيمة جدا وعمل شغل كبير جدا مع الفريق ومش قال الآن يورجان كلوب إن صلاح يمشي من الفريق الفترة اللي جاي إن شاء الله يكمل مع ليفربول